ازرار رفع الصوت وخفض الصوت اللي موجودة في التليفون بتاعك مش بس بتقدر تحكم في الصوت من خلالها ولكن في مميزات كتير قوي في الازرار دي تقدر تستخدمها انا النهاردة جايب لك طريقة الطريقة دي حلوة جدا لو انت استخدمتها في التليفون بتاعك تقدر من خلالها تقفل التليفون بتاعك وتقفل التطبيقات عن طريق ازرار رفع الصوت وخفض الصوت واي شخص هيشوفك عامل الطريقة دي في التليفون بتاعك هيسألك الطريقة انت عملتها ازاي لان فعلا طريقة مبهرة جدا وانت هتشوف بنفسك كالعادة يا شباب اهلا بيكم في فيديو جديد انا عطيه سيد ودي قناة دروس اندرويد فيديو النهاردة هتكلم معاك عن تطبيق فكرة التطبيق حلوة جدا وهتعجبك فكرة التطبيق انه بيقفل التلفون بتاعك عن طريق ازرار رفع وخفض الصوت يعني مسلا بتدخل الباسورد انك تدوس ثلاث مرات على ازرار رفع الصوت وتدوس مسلا مرتين على ازرار خفض الصوت معنى كده ان التلفون بتاعك مش هيفتح غير بالباسورد ده زائد كمان ان انت تقدر تقفل التطبيقات بنفس الفكرة بالزبط والميزة كمان في التطبيق هنا ان هو بيبقى الشكل بتاعه الخارجي عامل زي النوتا بالزبط اللي انت بتكتب فيها يعني كده لو في اي شخص مسك التلفون بتاعك وحب يدور على التطبيق مش هيلاقي اصلا التطبيق لان زي ما انترك التطبيق على شكل نوتا يعني دي كمان ميزة من ضمن الميزات الموجودة في التطبيق تطبيق شوه ميزات كتير جدا هشرحها دلوقتي معاك وهتكلم عن كل حاجة في التطبيق وازاي تفعله كالعادة طبعا ما تنساش اللايك الجميل وكباتي اوه بتاعتك وتابع معايا اصيب لك رابط تحميل البرنامج في الوصف بعد ما تثبت البرنامج زي ما انتم ما شايفين البرنامج على شكل نوتا هتبدأ تدوس على البرنامج كده بعد كده لانتك تحت هتبدأ تدوس عليها انا هتطلب منك اللي انت تدخل باسوردة عن طريق ازرار رفع الصوت وخفض الصوت انا هبدأ ادوس على ازرار تعليق الصوت تلت مرات واحد اتنين تلاتة زي ما انتم شايفين وهدوس على ازرار خفض الصوت مرتين طبعا هنا انت بتدخل باسوردة على حسب ما انت معاوز انا مدخل باسوردة تلت مرات هدوس على ازرار رفع الصوت ومرتين هدوس على ازرار خفض الصوت بعد كده هدوس على نكس هنا هتطلب منك تاني اللي انت هتأكد الباسوورد يعني هتدخل الباسوورد كمان مرة نفس الباسوورد اللي انت دخلته هبدأ ادوس برضو تلك مرات على زرار رفع الصوت ومرتين على زرار خفض الصوت وبعد كده هبدأ ادوس على وهنا خليها زي ما هي وبعد كده يبدأ دوس على هنا بقى بيطلب منك اللي انت تضيف سؤال السؤال دوت لو انت نسيت الباسوورد لو انت جوابت على السؤال ده بيبدأ يفتح لك التطبيق بحيس اللي انت ما او دخلته كذا مرة غلط. تبدأ تجواب على السؤال اللي انت حطه. وبعد كده يبدأ هو بقى ايه? يفتح لك التطبيق. او يفتح لك الحاجة اللي انت عاوز تفتحها. هابدأ ادوس هنا طبعا واختار السؤال اللي انا عاوزه. عندك هنا شوية اسئلة كتيرة. يعني مسلا ايه هي المدرسة اللي انت كنت بتدرس فيها? ايه مسلا اسمك الاول? كل الكلام ده. انت اختار السؤال اللي انت عاوزه. اختار مسلا اخترت السؤال ده? وبعد كده ابدا هنا اكتب الجامعة. هنا انا دخلت السؤال اللي انا عاوزه وكمان حطيت الجواب اللي انا عاوزه. وبعد كده بدأ ادوس على هنا بقى يطلب منك اللي انت تفعل التطبيق وتبيد له الصلاحيات. هابدأ ادوس على بعد كده س Sims. بعد كده هدوس على او كيه. اول ما بدوس على او كيه ببدأ افتح للقائمة ديت. وهي طبعا قائمة وصول بياناتي لاستخدام. هابدأ بقى. هنا ادور على اسم التطبيق. زي ما انت ما شايفين ده التطبيق هبدأ دوس عليه كده. بعد كده هبدأ فعل التطبيق كده. بعد كده ارجع خطوتين للخلق. كده انا فعلت اول حاجة. هبدأ فعل تاني حاجة برضه هدوس هنا. بعد كده التطبيق يفتح لي قيمة الزور في الاعلى. هبدأ دار على التطبيق كده. هو ده التطبيق هبدأ فعله كده. وبعد كده هبدأ برضه ارجع خطوتين. كده خلاص التطبيق تفعل معي. وبعد كده لديك تحت كلمة فنش هتدوس عليها. بعدك هتبدأ تدوس على اوكي. ما تخافش هو هنا فتح لك النوتا زي ما قلت لك. هو عبارة عن تطبيق انت بتشوفه كتطبيق نوتا. ولكن هنا هو بيطلب منك الباسورد او ما بتدخل الباسورد بيبدأ يفتح معاك. هتبدأ بقى تدخل الباسورد تاني اللي انت عملته. زي ما انتم ما شايفين فتح معايا او ما امدخلت الباسورد. ملت ثلاث مرات زرار رفع الصوت. ومرتين زرار خفض الصوت. التطبيق على طول تشتغل معايا. وفتح القائمة اللي موجودة فيها كل التطبيقات. فكرة التطبيق جمدة جدا جدا جدا. المهم هتبدأ بقى اتفعل التطبيق من هنا. زي ما انتم شايفين انت كيف فعلت التطبيق. بعد كده تختار التطبيق اللي انت عاوز تقفلها. انا افترض مسلا ان احنا هنقفل تطبيق المتصفح. متصفح جوجل كروم. هنقفله وندوس على علامة الافل كده. بعد ما افعلنا تطبيق جوجل كروم. هبدأ دولة اطلع ودخل على جوجل كروم زي ما انتم ما شايفين. ده كده جوجل كروم. هبدأ ادخل عليه. زي ما انتم ما شايفين اداني شارشة سودة. ما فهاش اي حاجة. بعد كده انا هبدأ بقى ادخل البسورد. هبدأ ادوس ثلاث مرات على زرار رفع الصوت. ومرتين على زرار خفض الصوت. زي ما انتم ما شايفين فتح معايا متصفح. اي تطبيق تقدر تعمل فيه كده. دلوقتي هنرجع للتطبيق هنبدأ ندخل عليه. زي ما انتم ما شايفين قلتلك تطبيق هديك نوتا. لان انا بقى جربت ادخل البسورد غلط دوس لي مسلا مرتين على زرار رفع الصوت. ومرتين على زرار خفض الصوت. مش هيفتح معايا زي ما انتم ما شايفين. لازم ادخل البسورد الصح اللي انا حتى اول مرة. لازم ادخله عشان التطبيق يدخل على القائمة اللي فيها التطبيقات. هبدأ دلوقتي ادخل بقى البسورد الصح هدوس ثلاث مرات على زرار رفع الصوت. ومرتين على زرار خفض الصوت. زي ما انتم شايفين التطبيق فتح معايا. تقدر تحدد كل التطبيقات وتقفلها عن طريق ده. وبعد كده بقى عايز اوريك حاجة مهمة جدا. عايزك تدخل على وبعد كده تفعل اول حاجة دي هتدوس عليها كده وتفعلها. دلوقتي بقى لو انت عاوز تقفل الشاشة الرأسية بتاعتك يعني تقفل kissed world بتاعتك يقدر تنزل هتلي عنك واحد على هتدي يتسل عليها بعد كده يعندك كلمة vierتزعم فعلها كده بعد كده تدوس هنا بعد كده تدوس على سماح بعد كده تدوس على ايس. وهنا واحدة منك اللي انت ادخل النمط اللي انت ينذكر على الجهاز بتاعك من برة على شاشة الكفل وتدخل البسورد كده وهنا بيطلب منك اللي انت تلغي البسورد اللي موجود في الشاشة الرقسية، وابدأ باسورد كده. وادوس ازالة البيانات. فبعد ذلك أدوس على ازالة. دلوقتي خلال كده التطبيق اتفعل معنا. لوisonsучت افتح التليفون هيفتح معنا بالشكل ده. لازم بقى دخل الباسورد عن طريق ازرار رفع الصوت وخفض الصوت اللي انا ادخلتها بعد في التطبيق. ابدأ دوس تلت مرات على ازرار رفع الصوت. وابدأ دوس مرتين على ازرار خفض الصوت. وكده خلال التطبيق اتفعل معنا. لو انا جاي بقى افتح التلفون بتاعي زي ما انتم ما شايفين عمل في شكل ده وكده خلاص تقدر تفتح التلفون بتاعك عن طريقة زر رفع الصوت وخفض الصوت او مفتاحة التلفون طلب من الباسورد ولكن شايفين انتم الشكل اللي هو هتقولي بعد كده دوس ثلاث مرات على زر رفع الصوت ومرتين على زر خفض الصوت كده فتح على طول التلفون بتاعي ده كده شرح للتطبيق طبعا التطبيق في مميزات كتير جدا تقدر تكتشفها بنفسك وطبعا في ميزة ان انت كمان النوتة اللي بتفتح لك ده بتقدر تكتب فيها وكده كونتات حالتنا النهاردة دمتم في امان الله